السلام عليكم طربتنا الأعزاء ومحاضرتنا لهذا اليوم طرق إصدار القرض العام هناك عدة طرق لإصدار القرض العام تلجأ إليها الدولة منها أولاً الاكتتاب العام اثنياً الاكتتاب المصرفي ثلاثة الاكتتاب بالمزايدة وأربعة الإصدار بالبورثة أو سوق الأوراق المالية لكل طريقة مزايا وعيوب سنحاول أن نوضحها أولاً طريقة الاكتتاب العام المباشر بموجب هذه الطريقة تتولى الدولة بنفسها طرح السندات القرض العام للاكتتاب إلى الأفراد هنا الدولة من خلال مؤسساتها ومن خلال مصارفها من خلال شركات التأمين تقوم بطرح السندات للاكتتاب إلى المواطنين أو إلى الأفراد هنا الدولة تحقق مجموعة من المزايا أولاً تشرف بنفسها على عملية طرح السندات وعملية عدم المضاربة أو احتكارها من قبار المستثمرين وممكن صغار المدخرين يقومون بشراء هذه السندات هنا تدفع للمصارف أمولة بسيطة لقاء عملية ترويجها أو بعيعها لهذه السندات لكن من عيوب هذه الطريقة أن الدولة قد مضغط قيمة القرضة التي تحتاجها وهذا يعتمد على ذقة الأفراد بمالية الدولة أنه ممكن أنا أطرح السندات وأبيعها من خلال منافذي أو مؤسساتي للأفراد وممكن أنا هنا أن أقلل من الاحتكار من قبل كبار المستثمرين وأفيد المدخرين لكن عيوبها أن هذه السندات أو طريقة تبيع لها مضغطي كافة مبلغ القرضة التي أنا أحتاجها هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية اللي هي الاكتتاب المصرفي من خلال هذه الطريقة أنه الدولة هنا تقوم ببيع السندات بسعر أقل من سعر السند يعني إذا قلنا سعر السند اللي هو مئة دينار هنا الدولة ستبيع للمصارف بخمسة وتسعين بس لما ترجع تشتري بيش حتشتري حتشتري بمئة دينار إضافة إلى الفائدة فهنا المصرف شنو استفاد استفاد هذه الخمسة بالمئة إضافة إلى سعر الفائدة طبعا المبلغ الأصلي اللي حتدفع ليها قيمة السند هنا الدولة شنو اللي استفادت هنا نقلنا حتبيعها بسعر أقل وبعد هالمصارف هم اللي راح يبيعونه هنا استفادت المصارف قلنا الربح إضافة إلى المبلغ الأصلي مع الفائدة الدولة شنو اللي استفادتها أو الحكومة شنو استفادتها هنا حصلت على قيمة القرض اللي تحتاجه وتخلصت من كافة السندات اللي عندها احنا قلنا طريقة الاكتتاب العام قد ما تبيع كل السندات اللي الدولة محددتها لقيمة القرض قد ما تغطي الأموال اللي اكتسبوا عليها الأفراد قيمة القرض اللي تحتاجه بس بالطريقة الثانية الدولة حصلت على الأموال وتخلصت من كافة السندات لأن صارت بعهدة المصارف أو البنوك الأهلية أو التجارية اللي عندها قدرة على تصريف والترويج لعملية بيع السندات بطريقة أفضل ولكن الدولة هنا صحيح حصلت على قيمة القرض وتخلصت من السندات كافة لكن من عيوب هذه الطريقة أن الدولة حتتحمل الفرق ما بين القيمة الإسمية والقيمة اللي حتدفعها إضافة إلى المبلغ الفائدة اللي أيضا راح تدفعها وهنا المصارف استفادت بدلا من أن حصلت على الفرق إضافة إلى المبلغ الأخصي والفائدة بدلا مما كانت تحصل على عمولة بسيطة من خلال الطريقة الأولى الطريقة الثالثة اللي هي المزايدة احنا قلنا أنه أكو سعر معين للسند اللي هو قلنا مثلا ميد دينار لكن الدولة قد تبيعها بسعر أقل من هذا السعر الإسمي اللي هو مثلا تبيعها بتسعين دينار كحد أدنى وهو سعر التعادل فهنا أنا أطرح السندات للمزايدة من اللي حيدفع أحدد حد أدنى التسعين بس ممكن أنا إذا دفعوا لي كحد أعلى من التسعين فأني مو شرط أقبل بالحد الأدنى للاكتتاب ممكن أقبل بالسعر الأعلى لعمليات الاكتتاب الطريقة الرابعة اللي هي الإصدار في البورصة أو سوق الأوراق المالية هنا الدولة تدخل إلى سوق الأوراق المالية وتطرح السندات للبيع في هذا السوق على غرار ما تفعل طبعا المشروعات الخاصة لكن الشرط للنجاح عملية قيام الدولة ببيع السندات أو طرحها بهذه الطريقة لا بد أن تراعي تقلبات لتحصل بالأسعار الفائدة في هذا السوق فلهذا لا بد أن تطرح كميات قليلة للاكتتاب لماذا؟ لأن الدولة لما تطرح سندات كمية كبيرة من السندات للاكتتاب في سوق الأوراق المالية شنو اللي راح يصير انخفاض في سعر هذه السندات وانخفاض في سعر الفائدة فلا بد أن تطرح كميات قليلة للاكتتاب على مدقل أسعارها ومدقل سعر الفائدة اللي موجود نتيجة ضخ كمية أكبر وهذه الطريقة ممكن تلجأ لها في حالة كان قيمة القرض اللي تحتاج الدولة شنو صغير أما في حال أنه احتاجت مبلغ كبير أو قيمة القرض كانت أكبر فتلجأ إلى الطرق الأولى اللي هي اكتتاب مباشر أو عن طريق الاكتتاب المصرفي هذه طرق أصدار القرض الدولة حصت على القرض زين الدولة لا بد من وجود طرق لتزيد أموال هذه القرض وانقضاء القرض يتم بطريقتين أولهما التخلص من الدين من خلال الوفاء به والثانية طريقة ثانية اللي هي استهلاك الدين طريقتين الأولى الوفاء بالدين والثانية استهلاك الدين الوفاء بالدين من اسمها أن الدولة هنا سدد دفعة واحدة قيمة القرض قيمة السندات الإسمية تسددها إلى أصحابها وقت تلجأ الدولة إلى هذه الطريقة لما تكون عدها وفرة مالية توفرت عدها مبالغ مالية ممكن من خلالها أنه تتخلص من أعباها المالية وهذا يحصل غالبا في حال القرض القصيرة للأجل أو لتكون مبالغها قليلة أما القروض الضخمة أو طويلة للأجل أو المتوسطة فهنانا ما تكذر الدولة أنه توفيها دفعة واحدة إنما يكون على شكل ممدى سنوات يعني على شكل دفعات عفوا الدولة قد تحدد أو قد تدفع قيمة القرض أو السدد قبل انتهاء فترة السداد أنا متتخلص من الفوائد التي ستترتب في حال أنه استحقت آجال سدادها في حال أنه سددتها قبل فترة السداد أكو أرى أكو أرى تجيز للدولة أنه استددتها قبل فترة السداد لتخلص من أعباها المالية وأعباها الفوائد ليش لأن القرض المفروض هو عملية اعتمالية وتصوب في المصلحة العامة للدولة ومن مصلحة الدولة تزديد القرض فممكن استددها دون مراعاة ظروف المكتتبين وأكو من أشار أكو أرى أشارة لا أنه الدولة ممكن تسدد القرض لكن قبل فترة السداد لكن بشرط أنه خلال عقد القرض تكون أشارة إلى هذه النقطة أنه الدولة ممكن في حال أنه أصبحت لديها وفرة مالية ممكن استددها قبل فترة استحقاق القرض مع الفوائد وأكو رأي آخر أشار أنه هي عملية قانونية إضافة إلى أنه هي عملية اعتمالية فهي عملية لازم تضمن حق الدائن والمدين تضمن حق المكتتبين وحق الدولة هذا ما يتعلق بالوفاء بالقرض استهلاك القرض العام هنا نقصد بها أنه تزديد القرض بدفعات متتالية خلال فترات محددة وفقا لشروط إصدار القرض وعندنا هنا طرق استهلاك القرض أكو أكثر من طريقة أو بالأحرى هي ثلاث طرق أولا استهلاك من خلال أقصاص سنوية من خلال دفعات سنوية تبدأ الدولة بدفعها إلى المستحقين أو المكتتبين معها هنا في حالة أنه كان المكتتبين مصارف أو مؤسسات خاصة هنا الدفعات السنوية التي ستدفعها الدولة حتى توجهها لاستثمار ومحظر هؤلاء المكتتبين لماذا؟ لأن الأموال تكون مهيئة دائما ومعدة إلى الاستثمار أما في حال أنه كان المكتتبين هم من صغار المدخرين فمسألة تزديد قيمة القرض على شكل دفعات سنوية ممكن أضر بهم لماذا؟ لأن أنا عندي مثلا مليون أقراض تل الدولة الدولة لما كل سنة تجي استددني مية مية أنا هذا المبلغ حيتوجه مباشرة للاستهلاك لماذا لاستهلاك؟ لأن هذه مبالغ قليلة مو مثلما الدولة تدفع لي مباشرة المليون إضافة إلى الفائدة خلينا نقول مليون ومية من الدولة تدفع لي هذا المبلغ دفعة واحدة إذن هذا أنا ممكن أوجه للأقراض مرة ثانية أو الاستثمار أستفاد من عندها لكن دفعات صغيرة ومتباعدة ممكن هنانا حظر أنه تقضي على مدخرات صغار المدخرين بينما إذا كانت المكتبين هم مؤسسات خاصة أو مصارف تجارية هنا ما حيصيبهم هذا الضرر الاستهلاك عن طريق القرعة هنا الدولة أو الحكومة من خلال القرعة تختار مجموعة من المكتبين استددهم وهذا ممكن يدور أيضا بصغار المدخرين ليش؟ لأن هنا الدائمين ما عندهم ممكن الآن فرص استثمارية ممكن توجه لهم يستخدمون هالأموال اللي إجتهم فليفترضون أنه ما بقاء أموالهم واكتزاب مع الدولة هو أفضل لهم الطريقة الثالثة اللي هي الاستهلاك من خلال شراء السندات بسوق الأموال بسوق الأوراق المالية أو البورصة هنا لما نحن كمكتبين أو الأفراد أني حتاجت أموال قيمة السند حاليا أني حتاجتها فأروح أبيعها بسوق الأوراق المالية بأقل من قيمتها يعني قيمة السند 100 دينار أنا أروح أبيع السندات العندي على 95 هنا من صالح الدولة شراء هذه السندات اللي يشري عندها تنباع بأقل من القيمة الإسمية للسند أما إذا كان الأفراد طارحين هذه السندات بقيمة أكبر من قيمتها الإسمية فهنا نمو من صالح الدولة أن تشتريها لأن السعر هنا أكبر تدبير موارد لاستهلاك القرض العام هنا من تجي الأموال اللي الدولة تسددها هنا يعمى الدولة تحدد مبالغ من ضمن موازنتها ودائما ما يعتبرون هذه الأموال اللي يسددون بها القروض أو القرض اللي تاخذت الدولة دائما يعتبروا ضريبة مؤجلة ليش ضريبة مؤجلة لأن وقت وقت سداد هذه الأموال من حتى أخذها الدولة إما من خلال أموال الضرائب أو من خلال زيادة الضرائب على الأفراد فدائما يعتبرون هذه الأموال هي ضرائب مؤجلة فهنا الدولة ممكن تخصص من إراداتها جزء معين هذا الجزء يذهب إلى تزديد القروض وإضافة إلى الفوائد هذه محاضرتنا لهذا اليوم أو أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم